أحسن الله ليكم قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخري الدوسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم هذا الحديث من المتفق عليه فرواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم لكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي فالواجب في النهي الاجتناب وهو الترك مع مباعدة السبب الموصر إليه وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه الأمر بالمباعدة مع ترك المواقعة الأمر بالمباعدة مع ترك المواقعة فينهى العبد عن الشيء وينهى عما يوصله إليه وهذا المعنى هو المراد بالاجتناب والواجب علينا في الأمر هو فعل ما نستطيع منه فقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن فعل المأمول معلق بالاستطاعة ثم قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وهم اليهود والنصارى هلكوا لكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وذكرت حالهم بعد بيان ما يجب علينا في الأمر والنهي وذكرت حالهم بعد ذكر ما يجب علينا في الأمر والنهي لأي شيء لماذا هذه الجملة جاءت في الحديث ذكر ما يجب علينا في النهي ثم قال فإنما أهلك الذين من قبلكم هيا فادي هيا صالح أحسن وذكرت هذه الجملة بعد بيان ما يجب علينا في الأمر والنهي لحثنا على الاستسلام لشرع الله لحثنا على الاستسلام لشرع الله فلا ننازعه بالمخالفة في الأمر أو النهي لما ينتجه ذلك من الهلاك لما ينتجه ذلك من الهلاك نعم ترجمة نانسي قنقر